ولمناقشت أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي صباح الخير مرام صباح النور اسماعيل أهلا بك وبالجميع المشاهدين مرام يعني في تطورات السياسة الدولية قلق أمريكي من التعاون الروسي الصيني في القطب الشمالي ما الجديد في هذا القلق؟ نعم اسماعيل هذه التحذيرات صدرت من وزارة الدفاع الأمريكية أو البنتاجون وقال من خلالها أو قالت نائبة وزيرة الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس أننا لاحظنا أن هناك تعاون متزايدا بين روسيا والصين وتحديدا في المجال التجاري كون أن الصين دائما تسعى إلى أن تكون ممولة في استخراج طاقة روسيا في منطقة القطب الشمالي أيضا تحدثت عن تعاون عسكري ملحوظ وذلك من خلال المناورات المشتركة بين بكين وموسكو عند سواحل ألاسكا وحذرت من هذا التعاون المتزايد وقالت أن هذه التحديات تتزايد مع تغير المناخ وترقق الغطاء الجريدي في منطقة القطب الشمالي لكن كان هناك أيضا تعليقات صادرة سواء من وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدثة ماونينغ التي قالت بأن سياسة الصين قائمة على الاحترام والمنفع المتبادلة والاستدامة بين الجانبين وأنها غير مخالفة للقوانين الدولية عكس ما يدعي البنتاجون أيضا قالت بأن الولايات المتحدة تسعى لتشويه سياسة الصين في القطب الشمالي وغير مسؤولة عن تعليقاتها تجاه بكين في هذه المنطقة بينما بيسكوف أيضا المتحدث باسم الرئاسة الروسية أيضا كان له تعليقا على هذه التخوفات الأمريكية وقال بأن روسيا تتبنى موقفا مسؤولا في منطقة القطب الشمالي وموسكو دائما تسعى إلى إبعاد كافة التوترات والخلافات في تلك المنطقة التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لموسكو لكن بطبيعة الأحوال إسماعيل هناك عدد من النقاط التي يمكن الإشارة إليها من خلال المصالح لكل من هذه الدول الثلاث الولايات المتحدة ترى أن منطقة القطب الشمالي هي منطقة هامة بسبب وجود بنى تحتية دفاعية أمريكية في هذا القطب أيضا روسيا تعتبر أن هذه المنطقة يجب أن تعزز بها دفاعاتها العسكرية وذلك من خلال إعادة فتح المطارات وموارد الطاقة الموجودة هناك والتي كانت أساسا متواجدة منذ أيام الاتحاد السوفيتي أيضا الصين ضخط أموالا كبيرة في مجال الاستكشافات والخبرات والأبحاث القطبية في منطقة القطب الشمالي وبالتالي هي منطقة استراتيجية مهمة ربما قد تعزز الخلافات بين هذه الدول الثلاث كون أنها جميعها تشترك في المصالح التي تحقق سياسة كبيرة وتجارة على الصعيد السياسي والتجاري لجميع هذه الدول ونحن نعلم أن روسيا أساسا كانت تهدف إلى فتح طريق بحر الشمال لعبور الموارد وليكون صلة الوصل بين أوروبا وآسيا ويكون طريق تجاري جديد يحقق مصالحها أيضا كان هناك حديث أنه في عام 2030 سيشهد القطب الشمالي ذواباما كبيرا للثلوج ويصبح خالي من الجليد تقريبا وبالتالي ربما هذا الأمر سيسهل أيضا الحركة التجارية وستصبح المنطقة استراتيجية بامتياز وخاصة لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين تفضل إسماعيل أعود إليك مرام إلى موضوع آخر إلى فرنسا لتأمين الأولمبياد تدقق بمجتمعات مهاجرين من جمهوريات سوفيتية السابقة لماذا هذا الموضوع وماذا تحدثين نعم يعني إسماعيل بحسب ما صرحت به الحكومة الفرنسية أن هناك تخوفات من أي هجمات إرهابية وتحديدا في انطلاق الأولمبياد الأوروبي في باريس هذه التخوفات أول ما أثارها طبعا هو وزير الداخلية جيرالد دارمان الذي قال بأنه ربما هناك تعرض لهجمات إرهابية وتحديدا من جماعة داعش والتابعة لولاية خرسان ويمكن أن يكون هناك هجمات إلا أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد أي مؤشرات تؤدي إلى ذلك وقال أيضا لصحيفة لوبارزيان الفرنسية بأن ولاية خرسان تمثل التهديد الأكبر بلا شك كون أننا شاهدنا هذه التهديدات في كل من موسكو وإيران في داية هذا العام ولذلك بدأت الأجهزة الأمنية تدقق بالجنسيات التابعة للاتحاد السوفيتي السابق وتحديدا الجنسية الطاجكية كون أن المنفذين لكلاء العمليتين سواء في روسيا أو إيران كانوا يحملون الجنسية الطاجكية وبدأت بالفعل الاستخبارات الفرنسية بالبحث عن هذا الموضوع الذي لا تمتلك فيه الكثير من المعلومات حسب التصريحات وذلك من خلال التواصل مع هؤلاء الأشخاص المهاجرين المقيمين في فرنسا والذين يحملون جنسيات الاتحاد السوفيتي السابق ذلك عبر الاتصال بالهاتف أو عبر فتح بياناتهم المسبقة لتجنب أي عملية يمكن أن تؤدي إلى تخريب الأولمبياد الذي سنشهده يوم الجمعة في افتتاحه في نهر السين وبالتالي هذه التخوفات قائمة على أساس العمليات التي شهدناها مسبقا والتصريحات الصادرة من وزارة الداخلية الفرنسية كذلك سيكون حاضرا بهذه الفعاليات بين مليارين وثلاثة مليارات شخص وبالتالي هنا الخطأ الأمني إسماعيل سيكون له عواقب فادحة تحاول فرنسا تجنبها بكافة الطرق وتحديدا بالتركيز على المجموعات التي تعتبر الأكثر خطرا وإرهابا وهي مجموعة داعش والتابعة لولاية خرسان التي نشهد فيها نشاطا مؤخرا في الدول الأوروبية أو حتى في كل من إيران وروسيا تفضل إسماعيل مرامي أمس تناولت وسائل الإعلام والصحف خبرا أو موضوع نتائج عكسية محتملة لانتقادات ترامب سن بايدن ولياقته لو توضحي لنا ذلك هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل حتى نحن يوم أمس أشرنا إلى هذا الموضوع وقلنا أن ربما حملة هاريس قد تبدأ من هذه النقطة وتحاول الضغط على ترامب بهذه النقطة وخاصة أنه استخدمها قبل ذلك ضد خصمه الديمقراطي جو بايدن قبل انسحابه ميناء الانتخابات وما زال أساسا ترامب يتحدث عن أن بايدن بسخرية عن أن بايدن ربما يستيقظ يوم غد وينسى أنه انسحب ميناء السباق الانتخابي وبالتالي اليوم كمال هاريس نائبة الرئيس والمرشح الديمقراطية ستكون أكثر يقضى بهذا الموضوع وربما ستستغل أي ثغرة أو زلة لسان لترامب لتهاجمه من المنطلق ذاته أيضا كان هناك حديث لبعض الخبراء منه الخبير السياسي ماثيو فوستر الذي أشار إلى أن الديناميكيات في هذه الانتخابات تختلف بشكل كبير وأن هاريس تجلب طاقة مختلفة كون أنها الأصغر سنا بين المرشحين طبعا بين ترامب وبايدن وسيكون لها تواجدا قويا على الساحة الانتخابية لكن أيضا أنصار ترامب كانوا يفرضون كلمتهم من خلال التبرير لترامب حول سنه البالغ 78 وقالوا بأن ترامب استطاع الوقوف في الخطاب الانتخابي بعد قبول ترشحه لمدة ساعة ونصف الساعة وبعد عملية الاختيال أو محاولة عملية الاختيال التي تعرض لها ودون أن يكون هناك أي خطأ أو زلة لسان لترامب وهذا يثبت قدرته وصحته العقلية والجسدية بينما طرف آخر رأى بأن ترامب كان متعبا ويتصبب منه العرب في هذا الخطاب ويمكن في حال وصل إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة سيكون أكبر المرشحين سنا وأكبر من يؤدي الدستور الرئاسي كرئيس للولايات المتحدة سنا خلال العقود الماضية وبالتالي هذا أيضا ربما يعتبر انتقاد مباشر لترامب وخلال فترة ولايته سيصل عمره إلى أكثر من ثمانين عام وسيكون عرض لنفس الحجج التي كان يقيمها على بايدن لكن بطبيعة الأحوال ترامب قال بأنني في حال انتهت صلاحية حسب تعبيره سأكون واقفا أمام الشعب الأمريكي وأصرح له بذلك وبالتالي حتى الآن لا يوجد أي ربما شكوك حول قدرته العقلية أو صحته الجسدية لكن الحملة الانتخابية بعجالة اسماعيل الحملة الانتخابية لهاريس أيضا أشارت إلى أنه شخص في الثامنة والسبعين من عمره ومدان بقضايا جنائية كبيرة وهذا الأمر يجعله أيضا ضعيفا أمامها في السباق الانتخابي وهي طبعا تبلغ من العمر تسعة وخمسين وتعتبر شابة في هذا السباق الذي سنشهد نتائجه في نوفمبر القادم تفضل اسماعيل أعود إليك من موسكو مراسلتنا مرام حمسي جزيل الشكر على هذه المداخلة